اغتيال للمشروع الوطني اليمني وليس اغتيالا لشخص إبراهيم الحمدي علي عبدالله صالح كان متورطا متورطا والمعلومات تثبت ولاحقا استطعنا التأكد بأنه كان متورطا وأنه هو من تعنوا بالخنجر وأنه هو من أطلق عليه الرصاص وأن الغشمي في لحظة القتل تراجع إنه لا هذا يبقى صديقنا وأصر علي عبدالله صالح هكذا المعلومات التي حصلنا عليها وكانت نهاية علي عبدالله صالح المأساوية بشر القاتل بالقتل لكن علي عبدالله صالح ورغم أني خدمت معه لمدة تقريبا 18 شهر وكنت أشاهده أسبوعي وألتقي أسبوعي لكن علي عبدالله صالح بالنسبة لي كان مشروع فساد وإبراهيم الحمدي مشروع وطني يا سلام أنا عجب أنه يقال أن الأموال التي اختلست في عهد علي عبدالله صالح لا تقل عن 30 مليار دولار علي عبدالله صالح هو ذكي بالفترة وعندما سئلت عنه قلت خطه جميل كما وصف كتاب معمر القذافي الكتاب الأخضر كتاب غلافه جميل أنا قلت خطه جميل علي عبدالله صالح بدأ حياته سائق دباب بعدين ترقى وصار شويش بعدين صار ضابط بعدين وصل ملازم أول قفز من ملازم أول إلى رتبة رائد واستلم قائد لواء تعز كان موجود في باب المندب وكان استلامه اللواء شريطة أن يخرج قائد اللواء اللي قبله لأنه كان معارض لخط الغشمي والحمدي وبالتالي استلم قائد لواء واستلم يمكن فترة أربعة أو خمس سنوات وبعد مقتل الحمدي خرج إلى صنعة وظل في صنعة ومن ثم بعدها بأشهر قتل الغشمي أحمد حسين الغشمي ومقتل الغشمي كان كمان بطريقة عجيبة الغشمي كانت اليمن الجنوبي تعيش صراع وتنافس ما بين سلم ربيع علي وما بين عبد الفتاح اسماعيل وصالح عنتر وأسماء قد لا تكون الآن ذاكرة المجتمعات حتى تحفل بها بس هذا يعني أنت بتتكلم الآن عن الفترة التي سبقت توحد اليمن نعم أنا أتحدث الآن بالسبعة وسبعين فسلم ربيع علي كان هو بمثل رئيس مجلس الرئاسة وعبد الفتاح اسماعيل بمثل بعد آخر هو الإطار الحزبي والعمين العام وغير ذلك بينهم تنافس سلم ربيع لجأ إلى الغشمي من أجل التنسيق للإطاحة بعبد الفتاح اسماعيل كانت وسيلة الاتصال التليفون التليفون كان مراقب فكان قال له بابعث لك هذا ما تم تداوله بابعث لك أنا مندوب مع شنتي فيها خطة العمليات كيف أنا نشتغل ونشيلهم بالمطار كل ما كلفهم غيروا المندوب مع غيار الشنتي وودوا شنتي ملياني متفجرات فات عند الغشمي أفتح فتح الشنتي ثارت انقتل الغشمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر